امي بس اليوم دبروا حالكن بهالتياب هدول وبكرا منجيب اتيابكن من البيت ماشي سمعتها اللي ما بتتسمع ميني سمعتنا حكي وش البومي انا بحاسبة لا تزعلي امي القصة عندي لا تكلها ولا عمي كيف قال لأ أختك الحمد لله على السلامة من طرف لسانه كمان وانا حتى تطلع بوشها المسكينة ما بظن انو عمي بيقصد هالشي امي روحي تحكي على غيري بهالحكي كان قالب وشه واللي انباي ونو كأنه فايت على بيته بنت ما بتسوى شو هالحكي عمي تمام رح اسكت تكرمي بس يعني هو ما عنده عيوب ابدا بكرا بتدور الايام وبيتشرشح وراح اعمل معه نفسي اللي يعمله وهذا واعد بتشوفه انا اتمرت وما اجد السفن ودمرت حياتكن انتو كمان شو هالحكي اللي عم تقولي يا عمري لا تردي عكلام امك انتي هون بين اهلك وناسك حبيبتي والكل هون بيحبوكي وبالدنياكي ترجعي احسن من اول اي توبري ماشي يا عمري انتي انا نازلة اقولي امينة تعملك شورة بسخنة لانه بتفيدك ما ضل شي بمعدتها بعد غسيل المعدة اللي عملته يا عمري سلامتك امي انا نازلة شوفهم شوي تحت خليكي قاعدة جنبه ولا تتركيه ما بتركها من اليوم ما ارحب ترك بنتي شو ما صار طيب انا ما بطول من الساعة وبرجع روحي يا بنتي الله يرضى عليك يا رب تعي يا روحي تعي بعد اللي عملت وزينها نزلت من عيني كتير لا تحكي هيك حرام بيرايي انه هي اكيد اتعلمت كتير من اللي صار معبها الفترة وراح تكون حريصة اكتر على حالة وتصرفاتها بعد اليوم ما بتوقع بدا لو تعلمت من خطائها كانت فكرت باللي ببطنها بالاول وكانت فكرت بطريقة تكمل فيها حياتها خرجها نزعت سمعتها وسمعت عيلتها نحن رح نتأثر باللي عملته محسوب علينا اخت مرتك الناس شو بدي تحكي علينا ما حدا بيحقلو يحكي بابا مين قللك هلحكي الناس رح تحكي وما فيك تمنعون لأنت ناوين يطلوا هون ما بعرف يمكن اسبوع مو اكتر لبين ما تتحصن صحة زينة شوي خجلانة من اهل الحارة لانهم يحكوا عليها كلام طالع نازل يعني شوية وقت لبين ما ينسوا المصة على الاقل المفروض انها كانت تتفكر بهالموضوع قبل ما تعمل عملتها مش الحاله صار اللي صار بابا سمع انا ما اني موافق انه زينة واما يضلوا عنا بالبيت هون نحنا مونا قصنا ينحك علينا الناس بس يعرفوا بيحكوا علينا بطعمي وبلا طعمي وبيقولوا انه احمد تنجا حاطت ببيت وبنت معي وبيعي بشهم البنت ما في الى حد غيرنا حرام هيك انا قلتلك اللي عندي تحل مشاكلها ببيتها اذا هي بفكرت بهايلتها نحنا قلنا سمعتنا سوزان بالبيت ولساتها مراقة واذا بتضل بوش واحدة مثل زينة يمكن تلعب بعقله وجره للغلط وقتها شو بنقدر نعمل قول لا تقلق من هالناحية بابا سوزان واعية وما بنخاف عليها وبعدين انا ما بلاقي انه من الصح اني اترك بنت حماي لحالة بهيك ظرف مو هيك حضرتك ربيتنم انا قلت اللي لازم ينعمل رغم هالشي اذا مصرت خليها هون مثل ما بدك بس انا ماني راضيان بهالشي بنوب يلا تصبح الاخير قلت لأمينة جهاز لكم الفطور فيك تنزل تفطر هلأ وانتي ما بدك تاكلي رح افطر انا وامي بالغرفة عند اختي لسا تتعبان وما فيها تنزل مو مو مشان هيك بلا ما ينزعج ابوك من وجودها ولحتى بنت عمك ما تقعد بحضرة واحدة متل اختي تعرف انت يعني اختي اخلاقها ما بتسوا بنوب سمعت حديثنا مبارح صح ابوك كان مبارح صوته مسموع بكل الطابق اللي تحت وسمعتش وكان عم يقول انا اعتبرته بمقام اب وسعيدة اعتبرته اخي الصغير واكتر كنت غطي عكل مشاكله واعتبرت حالي بين عيلتي بالاخر بتكافؤوني بها الطريقة مو هيك حبيبتي بجوز انت ما اسمعتي غير نص حديثه لهيك يعني البابا ما بيقصدها الشيء كل القصة انه الان عزينا وخايف عليها مشان انت بتعرف شو حكا لا تكذب علي بترجاك سامي قال انه اختي بنت بلى اخلاق انا سمعته دخلك صاحبتل سعيد لما ايجت وصارت تحكي كلام طالع نازل ليش ما حكى شيء اللي عمله سعيد شو بيفرق رد سامي ولا لانه هات ابنه مدام ابوك خايف عائلته انا كمان رح يكون اول واخر هام هني عائلتي بنتي حاش تاكلي هيك من الاصحون اصبري هلأ منحط الصفره بتاكلي منيح تقولي عم طعمي جيش معايلة لسه فوق زحمتنا اجونا اهلا لشهيناز لانه كان ناقصنا صباح الخير ما نمت كنت عم فكر باللي صارتو للليل هي؟ وليش انت لا تفكر فيها ابني لا تعب حالك بقصصهم مين رح يقبل يتجوزها بعد فضيحتها بعدو لمن خلصوني طلعوا خلوني امرق عندي شغري كتير يلا ما رح مباعت نحنا رح نضل واقفين هون لقيلك طريق غيره هي بعدو المنوشي يلا حضرتك على شو عم تضحكي الله يساعدني عليكن وعلى جنانكم رح استناكي الساعة تماني عند الشط اذا بتحبيني بتجي خلينا نرتاح بقى سوزان جيبي معك الصينية يا ابنتي سوزان ليك الصينية يلا تفضلوا هاتي عنيك يسلم ايه؟ ايشو هالفطور هادا غير شكل ليكي اختك عملتلك من البرك يلي بتحبيون دوقي يا عمري زينا قلت لأمينة تعملك هالبرك خصوصي إليك يلي يلا يسلم وشاهي مؤدرة عني أكل ما لي نفس ما بدي أمي ما بيصير لازم تاكلي مشان تتعافي يلا حبيبتي يا ربي والله الحبسة هون لحالة بتصد النفس هلأ بيفطروا بيروحوا عشغله ونحنا بننزل عالسالون ونشرب قهوة زينا شو رأيك حطرلك شي تحضري فيل دركوني حاسق إنه بدي أرجع نام قولك بنتي شو بديك تقضي كل الوقت نوم ليكي مخدتك راسك علم عليها من كتر النوم يلا أمي معنا يلا خلاص طول مااني فايقة الأفكار عم تعكر راسي أكل خلاص دركوني بدي نام معمك هات السيد أحمد ما بدي يطلع يسلم علينا اي يعني معقول نحنا ضيوف وما يسقى عمي محابب يزعجكن ويحسسكن أنكم ضيوف عنا أكيد رح نجتمع كلنا على العشاء اليوم رح نروع على البيت بعد شوي بنتي مشان نجيب تياب بكرة بيقولوا ايشو هالناس هاي ما عندهم غير هالتياب يلي يلابسينا حتى يطلعوا فيهم كل يوم زينا كرمع لي قومي كليلك لأمتي اي يا عمري ما امتي ليش هاي نازمة نزلت فطرة معنا اليوم زينا كانت موجوعة شوي وما قادرت تنزل على الفطور هي واما ما حبوا يتركوها تفطر فوق لحالها ايه هن بالنهاية بيكونوا امها واختها اجمع غلطيت وعملت بالضلهية غالية عليهم ابنيه ليش نحن مصير معنا نفس الشي مع سعيد يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاختارات لتكون اول من يشاهدها اشتركوا في القناة